اهلا بكم في نشرة الظهيرة فطر سعيد ومبارك وكل عام وأنتم بخير استراحة عيد صمت السياسيون وتحدث رجال الدين وأبلغ الكلام صدر عن مفتي الجمهورية إلى السياسي طائفة السنية يدعوهم فيه إلى إبعاد طائفة عن الخلافات فيما بين أبنائها ومع أبناء الوطن الواحد رسالة المفتي لم تصل إلى ما يعنيهم الأمر لكون هؤلاء على اختلاف ألوانهم وتحديدا الرسميين منهم قاطعوا صلاة العيد إلى جانب مفتي الطائفة والدولة خلافا لما هي عليه العادة كل عام وكعدته في الأعوام الأخيرة أيضا أدى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري صلاته خلف الملك السعودي إلى جانب أفراد العائلة الحاكمة في السعودية صلاة العيد في دمشق جرت هذا العام على وقع شائعة تحدثت عن هجوم بقذائف الهون استهدف موكب الرئيس السوري بشار الأسد مواقع المعارضة المسلحة أكدت الخبر لكن وزارة الإعلام نفت وإلى مصر حيث أدى الرئيس المصري الموقع صلاة العيد إلى جانب رجل مصر القوي الفريق عبد الفتاح السيسي منصور نعى الجهود الدبلوماسية نهائيا مؤكدا أن الحكومة ستنضي قدما نحو تحقيق النتائج المرجوة من خطة الطريق إذن ساسة الطائفة السنية قاطع مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في أول أيام عيد الفتر السعيد الله أكبر الله أكبر من دون مشاركة أي شخصية سياسية رسمية لا سيما رئيس الحكومة المكلف والمستقيل أدى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني صلاة العيد في جامع محمد الأمين في وسط بيروت شاركه فيها لفيف من مشايخ السنة والمؤمنين حيث حرص في خطبته على توجيه رسالة إلى أبناء الطائفة نهاهم فيها عن أعمال الفوضى وحذرهم من الفتنة الكبرى التي يعدها لهم عدوهم للإقاع بينهم وتدمير لبنان والسياسيين رسالة صارمة من مفتي الجمهورية ختمها بالقول إن الله سريع الحساب فقطع دابر القوم الذين ظلموا سوسوا أبناءكم سوسوا أبناءكم بما يرضي الله ورسوله أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه اجمعوا كلمة المسلمين وحدوا صفهم أبعدوهم عن استنزاف طائفتهم وإدخالها في شقاق ونزاع مع بعضهم ومع الغير في هذا الوطن لا تغرندكم السلطة والجاه وإياكم وإياكم والخوض في الفتنة بينكم ومع أبناء وطنكم مسلمين كانوا أو مسيحيين ومن على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك دعا العلامة السيد علي فضل الله إلى معالجة الانقسام الحاصل في منطقتنا العربية بالعودة إلى لغة الوحدة والحوار وسأل عن الأصوات العاقلة التي نصبت نفسها جامعة ومتعاونة كجامعة الدول العربية أهلنا كي يفرحوا بات يكفيهم أن يرتاحوا من القلق اليومي الذي يطالعنا في الأخبار بشكل غير مسبوق بأن يستتب الأمن أن تنخفض حوادث الجرائم والخطف أن يشعر المواطن أنه بات قادرا على أن ينتقل هو وعائلته وليس هناك من يهدده في الطريق الذي يسير عليه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن أما صلاة العيد في مقام الأمير عبد الله التنوخي في عبي وانتقد تعطل مؤسسات الحكم في لبنان وبارك لخطوة تجاوز الفراغ في قيادة الجيش وأن يتمكن المعنيون من مسؤولين وسياسيين من التوصل إلى قواس مشتركة تنتج حكومة وطنية بات وجودها أكثر من ضروري إلى إنعاش قلب الوطن يجب الخروج من دائرة الشروط والشروط المضادة التي تعطل ولادة الحكومة وفي الجامعة المنصوري الكبير في طرابلس أدى صلاة العيد أمين دار الفتوى الشيخ محمد إمام بدلا من مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار في حضور شخصيات سياسية طرابلسية من بينها المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ليفي وقد طالب الشيخ إمام بوضع حد لأحداث طرابلس وبسط الأمن فيها الطائفة العلوية في جبل محسن من جهتها احتفلت بأول أيام العيد حيث دع الشيخ علي سلمان من على منبر مسجد فاطمة الزهراء إلى الابتعاد عن الطائفية والتخفيف من حدة الخطاب السياسي طعم العيد مر بالنسبة إلى النازحين السوريين حكايات حنين وحزن في هذا التقرير من بلدة عرسال كان يكفيه لقاء جده حتى يعيد لكن حلب بعيدة بعيدة أكثر من أي وقت مضى مرًا يحل العيد على هؤلاء النازحين السوريين إلى بلدة عرسال لا يحليه ما يتصدق به الناس عليهم والله هو أنا عندي بقلبي عيد هلأ ما فيه نهائيا ما فيه يعني شلون أنا بدي عيد أو بدي أكل حبة حلو وفيه شهداء بالشام عم تسقط يوميا يعني بالنسبة للأكل كان يبعثونا مثلا وجبات بشهر رمضان على الأفطار وجبات يعني شبه فازدة بدك تقول رز والإجاء يعني طالع ريحته بشهر رمضان هلأ الجيهة من إحنا ما رح نذكرها تصطفل منها لربها حكينا لأنه غيروا هالوجبة ما غيروا صاروا يعطونا ياها نكبة بزبالة قصص المعاناة لا تنتهي تقططعها غصات الحنين والحزن استعدادنا للعيد مرار مرار بغصة إنه بعاد عن أهلنا عن أحباب يعني حسرة حسرة يعني ما نتوقع إنه يصير فينا هيك وصعب صعب صعب إجاء علينا نحن بنشكر كل الجهات اللي حاولت تدعمنا بس كان فيه تقصير أكبر من الدعم أكيد لأنه ما كل الأشياء اللي بسد رمق الحياة هون عم بيأمنون إياها والله مثل أي يوم تاني كون الإنسان بعيد عن بلده بعيد عن بيته عم بيستقبل العيد مثل أي يوم ولكن كونه العيد يعني سنة لازم الإنسان يفرح فيه لا يدري السوريون كم من عيد سيمر عليهم بعد في الغربة والنزوح لكن أمنيتهم واحدة في هذا الفطر المبارك أن تصمت الحرب ويتكلم السلام الآلاف في الميادين لأداء صلاة العيد في القاهرة وأنصار الإخوان يتوافدون إلى ميداني رابع العدوية والنهضة بعض الصلاة دعا الرئيس المصري المؤقت عدل منصور المصريين إلى تسوية الخلافات واللجوء إلى الحوار مشددا أنه لن يكون هناك تساهل أو تفريط بحقوق الشعب المصري وقال منصور في كلمة لمناسبة عيد الفطر أن نوافقون من عبور مصر إلى بر الأمان مشيرا في هذا الصدد إلى أنه جرى أعطاء الفرصة كاملة للجهود الدبلوماسية للوقوف على المشهد الراهن لقد أعطينا الفرصة كاملة لكافة الجهود الدبلوماسية للوقوف على حقائق الأوضاع في المشهد المصري الراهن أود أن أصارحكم بأن تلك الجهود لم تحقق النجاح المأمول زوجتك ابنتي وموكلتي هند محمد عيسى بيومي على كتاب الله في ميدان رابع العدوية أدى الألاف من أنصار رئيس المعزول محمد مرسي صلاة عيد الفطر في ظل توافد العديد من المسيرات الشعبية من مناطق متفارقة في القاهرة لأنصار الإخوان شارك الرئيس السوري بشار الأسد في صلاة عيد الفطر في سوريا وقد عرض تلفزيون سوري صور مشاركته في الصلاة بعد معلومات بثتها مواقع تواصل الاجتماعية التابعة للواء تحرير الشام والجيش السوري الحر تعلن فيها استهداف موكب الرئيس السوري عبر قصفه بقذائف الهون وأكدت لجان التنسيق السورية أن الجيش الحر استهدف موكب الأسد بين المريديون وجسر الرئيس لكن وزير الإعلام نفى تعرض الموكب لهجوم أنا أؤكد لكم طبعا أن الخبر غير صحيح جملة وتفصيلة هذا الخبر هو مجرد انعكاف لأضغاف أحلام البعض وأوهامهم من الوسائل الإعلامية والحكومات التي تقف خلفها ونبقى في سوريا حيث نشرت منظمة العفو الدولية صورا بالأقمار الصناعية لعدد من أحياء مدينة حلب وقد أظهرت الصورة المدينة الواقعة بلا معالم وأكدت المنظمة أن ثاني المدن السورية دمرتها الحرب منذ عام تكشف الصور عن مدى الاستهانة التامة بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي ما أدى إلى دمار واسع النطاق وموت وتهجير إذ أجبرت الحرب عددا كبيرا من السكان على النزوح عن المدينة المنكوبة أهلا من جديد في صور قتل شخصان وجرح تسعة أشخاص آخرون في حادث سير مروع بين ثلاث سيارات من نوع بي أم دابليو وميرسدس وتويوتا رفور على طريق عام ودي جيل البازورية شرقي مدينة صور والقتلان هما حسن وهبي وزوجته سمر عبد غانم الحادث حصل قرابة الثانية عشرة ظهرا وقال مراسلنا في صور حسين سعد إن معظم الضحايا من بلدة محروني قضاء صور وعلى الفور حضر الصليب الأحمر والقوى الأمنية وقد نقل الجرح والقتل إلى مستشفى حيرام ومستشفى جبل عامل أدى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري صلاة العيد في حضرة ملك السعودية عبد الله الثاني بمسجد الشريف الحسين عفوا عبد الله في مسجد الشريف الحسين في العقبة وقد لوحظ الحريري خلف الملك إلى جانب عدد من أفراد العائلة المالكة تمنى الرئيس المكلف تمام سلام أن يشكل عيد الفطر مناسبة كي تبادر كل الأطراف السياسية إلى تأمل ومراجعة سلوكها في اتجاه تسهيل عملية تأليف الحكومة ورفض السلام في حديث إلى السفير يلتزم بتوقيت محدد للأعلان عن حكومته قائلاً خيارات تحسم وفق قناعات وقناعات تنطلق من مبدأ تغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر وهنا يصبح التوقيت ثانوياً ولا يهم إذا ولدت الحكومة قبل العيد أو بعده وأكد أنه يسعى لتأليف حكومة تتلاءم ومقتضايات المصلحة الوطنية لكن غيرنا لا يماشين في ذلك ورداً على سؤال قال إنما أدل به النائب وليد جنبلاط يسترعي الانتباه وأضف سلام من أول الطريق كان لمواقفه الأثر الكبير في خلط الأوراق وإنتاج معادلة سياسية جديدة أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسركي إلى أن بيروت تصر على أن حادث تسل الجنود إسرائيليين إلى لبنان ينتهك قرار مجلس الأمن 1701 الذي يمنع انتشار أي قوات مسلحة باستثناء الجيش النظامي اللبناني في جنوب البلاد وقال إن فريق تحقيق وصل إلى مكان الحادث وبدأت قوات حظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان التحقيق في تجاوز جنود إسرائيليين الخط الأزرق الفاصل بين الجانبين إلى ذلك طلب رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان من قيادة الجيش بالتعاون مع اليونيفل التوسع في التحقيقات الجارية لتكوين ملف كامل أو ملف بكامل التفاصيل حول ما جرى أمس في منطقة اللبوني التي تسلل إليها العدو الإسرائيلي مسجلا خرقا جديدا للقرار 1701 والاستيادة اللبنانية لضمه إلى الشكوى اللبنانية إلى مجلس الأمن الدولي ضد هذا الخرق استأنف مركز الأمن العام على الحدود اللبنانية السورية عند معبر العريضة عمله صباح اليوم بعد إقفال دمى ثلاثة أيام وبحسب بيان للأمن العام فإن أعمال الصيانة للمبنى والتجهيزات الإلكترونية بعد الاعتداء الذي حصل من قبل مواطنين في الخامس من آب الجاري قد انتهت وذكرت المديرية العامة للأمن العام أن التحقيقات لا تزال جارية بإشراف النيابة العامة العسكرية لكشف ملابسات حادث التعدي على المبنى وتجهيزاته رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال استقباله وفدا اغترابيا من القوات اللبنانية في أوروبا أن حزب الله هو دويلة داخل الدولة اللبنانية وهذه الدويلة تساهم في عرقلة قيام الدولة الفاعلة والفعلية لا بل تسعى لشلها لافتا إلى أن هدف الحزب اليوم هو عدم تأليف حكومة والوصول إلى عدم إجراء انتخابات الرئاسة الجمهورية إذا أمكن وهجم جعجع وزير الطاقة جبران باسيل متحدثا عما سماها فضاء حصلت في الوزارة من باخرة فاطمة جيل إلى المزوت الأحمر نسبة الرسوب في اللغة العربية لامتحانات شهادة المتوسطة بلغت سبعين في المئة وتسعين في المئة في الجغرافيا عن أي بلاد نتحدث ثلاثة عناصر تتألف منها الدولة عادة الشعب الذي يتقن لغة معينة ويتخذها لغته الرسمية الأرض أو الإقليم الجغرافي والسلطة السياسية ولكن ماذا يمكن أن نسمي نطاقا جغرافيا مساحته 10452 كم مربعا رسب جيله الجديد في مادة اللغة العربية بنسبة 70% كل اللي بيعرف أن مستوى اللغة العربية اليوم ليس على ما يرام لأسباب كثيرة تتعدى طاقة اللجنة في أسباب كثيرة بدأت ترجع أول شيء على مستوى إدارات بننا نحكي على مستوى أساتذي من عم بيعلم اللغة العربية اليوم؟ من هو معلم اللغة العربية؟ نان تشوفي الكتب المدرسية اللي عم تتألف وتتوزع هنا وهناك النتيجة ما عم تكون عادرة طموحات يعني نحن عم نكون متوقعين عالمات على قدر ما نكون تعبنين مع الطلاب وإزم نتفاجأ بعلامات وطي منسأل يعمل بيقولولنا الانترنت يعني أنا ماني شايف أسخف من هيك حجة هذا السبب الذي يستخف فيه أستاذ اللغة العربية جورج خليل يراه الدكتور محب شان إحساز جوهريا في تحليل ظاهرة الرسوبي في اللغة العربية خصوصا أن اللبنانيين اخترعوا لغة عربية بأحرف لاتينية متسني لهم لهذه الشبيبة يكتبوا الكلام المحكي طبعا بأحرف مبتكرينة مخترعينة لاتينية أو أحرف عربية لكن بمنطق اللغة المشافة فما في مشروع للغة العربية قومة وطنة انتاجة مشان هيك عم تضمحل وهذا ما بيدعينا إلا أن نحن نعمل مزيد من الأبحاث وربما كان الأمر مقبولا لو أن ذلك اقتصر على اللغة العربية ولكن إليكم نتائج مادة الجغرافية التي فاقت نسبة الرسوب فيها اللغة العربية وبلغت تسعين في المئة وبالعودة إلى تشكيل الدول فنحن إذن دولة راسبة في اللغة وفي الجغرافيا وبالطبع في السلطة السياسية نبيل أخصين قناة الجديد وللتوضيح اتصل عدد من أساتذة التعليم العربي بالجديد للإعراب عن استغرابهم من النتائج التي صدرت مؤكدين أن في الأمر خطأ ما في برامة تصحيح أدى إلى هذه النتائج السيئة للطلاب في اللغة العربية أهلا بكم من جديد في عيد الفطر عباس يؤكد تمسكه بالمفاوضات وهنية يؤكد عدم التدخل في شؤون الداخلية لدول العربية والإسلامية أدى الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس صلاة عيد الفطر بمقر رئاسة السلطة الفلسطينية في رامالله مؤكدا بعدها تمسكه بالمفاوضات سعيا لإقامة الدولة الفلسطينية وإنجاز ملف المصالحة تعرفون أن المواضيع التي ستبحث ما هي لكن ثوابتنا هي هي لن تتغير وعلى رأسها أن القدس العربية هي عاصبة لدولة فلسطين إذا ذهبنا إلى المفاوضات أو غير المفاوضات لن ننسى موضوع الانقسام ونحن جاهزون كما اتفقنا في الدوحة وفي القاهرة نذهب الانتخابات نحتكم للصناديق الاقتراع نحن جاهزون لذلك وبعد الصلاة قام عباس بوضع إكليل من الزهور على ضريح رئيس الراحل ياسر عرفات وفي قطاع غزة أما إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس صلاة العيد في ساحة ملعب اليرموك وسط المدينة مؤكدا في خطبته أن استراتيجية حماس تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها مصر ندعو إلى التوقف عن الاستمرار في هذا النهج الذي مضى عليه أكثر من عشرين سنة وهو لا يحقق لشعبنا إلا مزيدا من التيه والضياع ولا يحقق لعدونا إلا المزيد من الاستيطان والتهويل والاعتقالات والجدار والاستفراد بالقدس وشارك الرجال والنساء والأطفال في أداء الصلاة في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا كما زاروا أضرحة شهدائهم أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مباحثات هاتفية تناولت الوضعين السوري والمصري وخلال هذه المباحثات التي جاءت بمبادرة من أردوغان بحث الزعيمان بحسب بيان للبيت الأبيض الأخطار التي يشكلها المتطرفون الأجانب في سوريا وأعربا عن اقتناعهما بضرورة دعم معارضة موحدة وموسعة وأوضح البيان أن أوباما وأردوغان أعربا عن قلقهما تجاه الوضع في مصر وأتعهدا بدعم حل ديمقراطي كان في النشر رسالة العيد من قباني للسياسي طائفة السنية أبعدوهم عن استنزاف طائفتهم وإدخالها في شقاق ونزاع مع بعضهم ومع الغير في هذا الوطن نازحون في عرسال عيد بطعم المرارة الأسد يشارك في صلاة العيد بعد شائعات عن استهداف موكبه الرئيس المصري ينعي الجهود الدبلوماسية تلك الجهود لم تحقق النجاح المأمول رغم الدعم الكامل الذي وفرته الحكومة المصرية هذا كان كل شيء في نشرة ظهيرة من قناة الجديد كل عام وأنتم بخير من جديد وموعدنا الإخباري التالي في النشرة المسائية إلى اللقاء اشتركوا في القناة